اللي هو مش لازل تجيب أسماء من الأسماء اللي بيضوا عليك أصلاً أقول لك حاجة برضو بصراحة أكون صراح معك أوشي وتعب مع بعض الأصدقاء الزمال كوياً نهاردة ولما بدأ يتقال ده فلان حلمان يجي الزمالك وفلان يجي الزمالك وفلان يجي الزمالك وما جمهور نادي الزمالك وما من جمهور نادي الزمالك قال لك ما هي الأسماء دي كلها يعني هتفرق إيه عن اللي كانوا موجودين مشوا أو اللي موجودين حالياً حتى الأسماء المطروحة هي مش مشبعة الجماهير لنادي الزمالك لا في أسماء خد بالك بص يا كريم أنا طار السيد برضو من وجهة نظري فيه لعيبة مش منورة قوي بس لعيبة لو حطيت عليها لسبوت تتنور تنور قوي على جماعة هو فيه معلومة محدش في مصر كتير يعرفها قبل مزيزه ويجي الزمالك ويجي اتمرم معاه في المينيا واشوفه تعرض على النادي الأهلي وترفض تعرض على النادي الأهلي وترفض وترفض ليه بقى ليه دي معرفش أعصد هو قالك يعني لا مش زيزه اللي قال لي لا أعصد زيزه قالك ما ترفضت ليه مثلا لا مش زيزه اللي قال لي برضو انه هو ترفض هو تعرض في فترة من الفترات من أحد مسؤول النادي الأهلي أو أحد محبين النادي الأهلي وقال لك لا مش هينفع معنا طب هديك واحدة أصعب أنا شفت الفيديو بتاع زيزه قبل ما يجي اتمرم معايا ما معلمش ما اكتناعتش بيه لا معلمش مش ما اكتناعتش مش اللي هو لا عادي ما بشوفش اللعيب في فيديو آه أنا آه لا بشوف اللعيب في الملعب لما اتمرم معايا تامرينا اتصلت بابوت على لي لو سمعت ابنك لعيب كبير حتى ابوه قالها ببعض قالها قدام أحد مسؤول النادي الزمالك لما قعدت معايا وقلت له ابنك لعيب كويس قوي في تقرني بجامله ان انا ايه قلت له لا ده انا بكلمك بجد او عايز اوديك كذا يعني خلاص انا شفتك في الملعب دي دي يعني يعني لا خلاص انت انا خشي اشتهر انت عايز تقول لي انه انت عايز لعيبة ممكن ما يكنش عليها أضواء زي زيزو وقتها لما جي لنادي الزمالك هو ده لبقى الزمالك محتاج يدور عليه دلوقتي بالفعل ما هو برضو انا هحط نفسي اتو كتب تتفترك دلوقتي على لقطة اه واتكلمت على لعيب اه ماشي اللعيب ده انا جبته لنادي الترسانة جبته لنادي الترسانة مين من جمهوريت ما انا هقولك من جمهوريت شبين كان في لي ترانسفير ماشي ودلوقتي بيلعب دوري ممتاز بعد سنة واحدة من لعبه في الممتاز في نادي الترسانة مين بقى لا مين والله يوسري وحيد يوسري وحيد ممتاز لعيب رؤى ده من اكتر المواهب اللي ظهره في الدوري حتى هذه اللحظة اه ده جبته من كموريت شبين اللي نادي الترسانة وانا ماسك نادي الترسانة اصلا انا ما اعجب بيه جدا لعيب كبير عشان كده حتى هو بيجيب الجون دايما بشيت بيه يعني شي اه وعرضت عز ملك لا ما اعرضتوش عز ملك اصلا ليه بقى ما اعرضتوش عز ملك ما اعرضتوش اتكلم بقى في حاجة عصلا مش انا يا جماعة انا في الاول وفي الاخر لما بيبقى فيه نصيحة بقولها الناس شايفها اصلا دلوقتي فيه فريق سكاوتنج لا لعب شكرا على دلوقتي انا وقتها وانت بتحرك على يسر وحيد زي زيزو كده هل عرضت يسر وحيد في اي فترة من الفترات الماضية على الزمالك مش بتكلم على رفض دلوقتي الفترة بعيدة عرضت على الزمالك اه وساعتها برضو ما رفضوه مش ما ترفضش رسمي اه بس ما كانش بيلعب يعني اه اللو مش مش منور يعني